اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مبدئيا علشان مفيش حد يبدأ يفكر انه يضع كاميرا في القبر فخلينا اقولك من الجانب الاسلامي ومن الجانب الديني فان هذا الموضوع حرام بالضبط والدليل على ان حرام ان الانسان يضع كاميرا في قبر الميت هو انه يعتبر على حسب ما وضح بعض العلماء انه يعتبر شيء من التجسس والتجسس في الاسلام شيء محرم مش بس كده ده انت لو كنت شخص بتغسل الناس وبتشوف اشياء سيئة على الموت وبتشوف على اجسامهم اشياء غريبة تبدو انها بشارات غير طيبة فما ينفعش انك تذكرها للناس وما ينفعش تقول ان فلان ظهرت عليه علامات مش كويزة والدليل على الكلام ده حديث للبخاري بيقول لا تسبوا الاموات فانهم افضوا الى ما قدموا وفي الحديث اذا مات صاحبكم فدعوه لا تقعوا فيه وقد نقل المناوي انه قال اذا رأى غاسل الميت ما يعجبه من نحو استنارة وجهه وطيب ريحا سن ان يحدث الناس به وان رأى ما يكره كسواد وجهه ونتنا ريح وتغير عضو حرم عليها ان يحدث به يعني باختصار شديد ده لو في يوم من الايام كنت بتغسل احد الاشخاص ورأيت عليه ان وجهه بدأ يسود ده او تخرج منه رائحة كريهة حرم عليك لو اخبرت الناس بالامر ده والمفروض انك تسطره زي ما ربنا سطره في الدنيا اما لو ظهرت عليه علامات طيبة زي مثلا وجهه ابيض ده او بدأت تخرج منه ريح طيبة فسنى لك ان تحدث الناس بها وما فيش مشكلة انك تخبر الناس بانه كانت تبدو عليه بشارات طيبة اعتقد كده انتهينا من الجانب المتعلق بهال يجوز وضع الكاميرا في القبر ام لا بس طبعا الكلام ده مش كل الناس عارفاه واكيد كمان في علماء ما يهمهمش اطلاقا اذا كان حلال او حرام كل اللي يهمهم بس انهم يثبتوا تجارب علمية ويثبتوا ابحاث يقدروا يظهرها للناس بشكل مادي وشكل ملموس وسواء كان الموضوع بقى بجهلة او علم فمعنا في الفيديو ده اكتر من تجربة لوضع كاميرات في قبر الميت من ضمنهم طبعا قبر الفنانة الراحلة رجاء الجداوي بس خلينا بدألك الموضوع الاول بالعلماء اللي هم اصلا فاهمين وبينكروا عذاب القبر يا ترى اللي حصل معهم لما وضعوا كاميرات في قبر شخص مسلم طبعا لو سألت اي انسان ملحد او اي انسان مش مسلم اكيد هيقولك عذاب القبر شيء من الخرفات وكمان هيقولو لك ان العلماء في الاسلام بيخوفوا المسلمين بعذاب القبر بس في الحقيقة مفيش عذاب خلينا اقولك بان اللي حصل معاهم في القصة دي اكد لهم ان الموضوع مختلف تماما بدأت قصتنا عندما توفق احد المواطنين باليمن وكانت بالصدفة مجموعة من العلماء الامريكان متواجدين في صنعاء وكان تواجدهم من اجل بحثة علمية لدراسة الارض وطبيعتها فقرروا انهم يخذوا التجربة من اجل التسلية وايضا من اجل اظهار شيء غريب جدا محدش فكر ان يظهروا في احد الايام وعشان الموضوع ياخد مجرى فكان الحل الامثل بالنسبة لهم انهم يتفقوا مع صاحب المجبرة او الحارس اللي موجود على المجبرة وبالفعل اعطالوا اموال كتير جدا من اجل ان يخليهم ينزلوا القبر بعد دفن الميت بساعات فقط ويضعوا كاميرات صغيرة عشان يقدروا يحددوا ايه بالزبط اللي بيحصل وبالفعل اخذ الحارس المال ونزلوا وضع الكاميرات في جميع انحاء المجبرة فنقدر نقول كده انهم غطوا المجبرة بالكامل بعد سات مراقبة وسابوا الكاميرات تسجل وذهبوا وفي اليوم التاني لما عادوا علشان يأخذوا الكاميرات اكتشفوا مفاجأة غريبة جدا الامر اللي اعتقد كتير من الناس مش هتكون مؤمنة بيه وجدت البحث ان جميع الكاميرات اللي كانت موجودة داخل القبر محروقة بالكامل او تقدر تقول تبدو عليها اعراض الشياطة الكاميرات اتلفت بشكل غير مقبول بالنسبة للعقل كان من الطبيعي ان يجد الكاميرات ما سجلتش اي حاجة او حتى لما ياخد التسجيل ما يلاقيش اي حاجة بتحصل وساعتها كان هيقدر يقول ان ده ميت موجود يوم كامل وما بيحصلش اي عذاب وما بيتحركش لكن الغريب في الامر ان الكاميرات نفسها اطلفت بشكل غريب جدا الرواية التانية لشخص توفى اخوه فقرر ان هيفضل معاه ليلة كاملة في القبر في بداية دفنه وعلى حسب ما القصة بتقول ففعلا بعد ما دفنه اخوه قرر انه هيفضل معاه وانه مش هيغادر اطلاقا القبر غير بعد ما يمر اول 24 ساعة لان صاحبنا الموجود في القصة كان فاهم انه بكده هيقدر يمنع عذاب القبر عن اخوه وعلى حسب المعلومات اللي كانت عنده فحساب الملكين بيكون بعد ساعات فقط من طرق جميع الاهالي للميت يعني باختصار شريد لو مشى او سبع اخوه كان متوقع انها يتم عذابه فبالتالي قرر انه يجلس معاه عشان ينجي من عذاب القبر ولان الموضوع مش سهل وبسيط او زي ما كان متوقع صاحبنا فبعد ساعة فقط من طرق جميع الاشخاص من على المكبرة وبعد مغادرة الجميع والاهل والجيران صاحبنا مقدرش يستحمل غير بس 30 دقيقة على حسب ما بيأكد وبعدها بدأ يشعر بضيق نفس شديد جدا وبدأ يحس الوهلة انه روحه بتخرج الموضوع كان حرفيا ما فيهوش اي شيء مادي وما كانش يبدو في القبر اي شيء خالص يعني صاحبنا ملقاش افعة وملقاش نار بتخرج وملقاش اي شيء بيحاول انه يقبض روحه كل الموضوع كان نفسي فقط شعر الاخ انه روحه بدأ يتديع عليه وانه مش قادر يتنفس فبالتالي كان الحل الامثل بالنسباله انه يخرج من القبر سريعا ويعود مرة اخرى للبيت وهو في حالة غريبة جدا مذهول ولديها اعراض كابتوياس لا يعلمها الا الله الرواية الثالثة والاخيرة ولا اعتقد انها اثارت جدل كبير جدا بين الناس لشخص مجهول الهوية او باختصار رفض انه يوضح عن معلومات شخصية عنه بيقول الشخص ده انه عنده فضول شديد جدا انه يعرف اين بيحصل للفنانين والفنانات بعد مرور 24 ساعة لهم في القبر ويبدو ان صاحبنا كان مجنون رسميا فعلا لانه حاول اكتر من مرة انه يفضل متواجد في القبور اللي اهلها بيكون وجودات ده وخصوصا لو كان المكبور فنان او فنانة او شخصية مشهورة بيقسم صاحبنا انه وجد في القبور اشياء كتير جدا مفزعة وكان في بعض الاوقات بيلاقي صراخات فعلا بتأتي من تحت القبور والكلام ده كان بيسمعه في اوقات متأخرة جدا من الليل وبيكمل صاحبنا الرواية وبيقول انه وضع التليفون بجوار القبرة تقدر تقول كده انه على باب المكبرة ولما اتى اليوم التاني وقرر انه يروح يجيب الموبايل علشان يشوف اللي كان بيصوره تفاجأ ان الموبايل تألف بالكامل وان البردة بتاع الموبايل اتحرقت لسبب غريب جدا او لسبب غير معلوم وبالنسبة للتجارب اللي من النوع ده كتير جدا فاعتقد ان اي شخص عنده فضول وحابب يصور المكبورة او يتجسس على اللي في القبر ويعرف اللي بيحصل النتيجة هتكون غير مرضية تماما بالنسبة لي لو كنتم مش مصدق وحابب انك تضع كاميرا او موبايل او اي شيء بيصور في القبر فتأكد ان النهاية مش هتكون لطيفة خالص بالنسبة لك وعمرك ما هتقدر توصل لشيء من الغيبيات ومن رحمة ربنا علينا انه خلانا ما بنسمعش اللي بتعذبه في القبور لان اكيد لو سمعناهم وسمعنا الصرخات اللي بتتم في القبور ما كناش هنقدر نعيش بشكل طبيعي واخيرا نود ان ننوه ايضا ان الممرضة اللي تولد غسل جثمان الفنانة الراحلة رجاء الجداوي بتوضحها ان الفنانة الراحلة رجاء الجداوي كانت من افضل الشخصيات وكانت تبدو عليها بشرات طيبة اثناء تغسيلها وكمان المغسلة بتقول انها كانت مرتاحة جدا جدا معاها وابنت الفنانة رجاء الجداوي ايضا وضحت وقالت ان مامتها كانت مرتاحة جدا اثناء تواجدها في المستشفى وشكرت جميع الطاقم الطبي وقالت ان مامتهم اكيد وعمرها ما كانت هتلاقي حد يهتم بيها بالشكل ده وان الطاقم الطبي كمان عمره مؤثر مع مامتها فبالتالي لهم كل الاحترام والتقدير والشكر وبالنسبة للناس اللي بتكذب عذب القبر اتمنى انهم ما يستهنوش بالموضوع لان الموضوع بجد حقيقي ورسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا بذلك فاكتر من حديث وفي الاسلام يعتبر شيء محرم تماما انك تنكر عذاب القبر او حتى انك متكنش مؤمن به وللتنويها نحن لا نحض اطلاقا على وضع كاميرات او اي اشياء تصور المكبورة وننكر كل هذه الافعال لا لذلك لطفا لا لا تقوم في احد الايام بوضع اي كاميرا في المكبرة ولا تحاول تقليد الاشخاص المذكورين في هذا الفيديو ودمتم في امان الله